هل ستعود الحكومة مجدداً أم لا؟ سؤال يرسم العراقيل التي وضعها المجلس الانتقالي وقواته المدعومة من الإمارات أمام الحكومة التي كان من المقرر أن تعود إلى العاصمة السياسية المؤقتة لمواجهة تداعيات الفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها المدينة خلال الأيام الماضية وخلفت خسائر مادية كبيرة حينما حلت الكارثة في عدن غرد نائب رئيس المجلس الانتقالي هاني بن بريك من أبو ظبي منتقداً تقصير الشرعية غير المتواجدة في المدينة أصلاً في وقت تهيمن فيه سلطة الأمر الواقع التي كرستها الإمارات منذ انقلاب الانتقال على السلطة الشرعية في العشر من شهر أغسطس من العام الماضي واليوم تنتشر قوات الانتقال في مطار عدن لمنع عودة الحكومة والتي تزامنت مع حملة إعلامية تتهم الحكومة بالفساد كسبب يمنع عودتها إلى العاصمة المؤقتة فيما يحاول الانتقال مقايضة عودة الحكومة بعدة قياداته المتواجدة حالياً في أبو ظبي على خط عودة الحكومة دخلت أطراف دولية أبرزها بريطانيا التي صرح سفيرها لدى اليمن مايكل آرون بأن ما حدث من مآسي في عدن نتيجة الفيضانات يؤكد أهمية تنفيذ اتفاق الرياض وإتاحة عودة رئيس الوزراء وحكومته إلى عدن مما يساعد على استعادة الخدمات وتخفيف آثار الكارثة رسالة يبدو أنها حفزت الحكومة إلى حمل حقائبها والتوجه إلى مطار الملك خالد في الرياض قبل أن تتلقى أوامر بعدم المغادرة بعد المتغيرات الميدانية الخطيرة التي شهدتها عدن قبيل عودة الحكومة من طرف خفي تحاول أبو ظبي على ما يبدو منح حلفائها أوراقاً قوية للعب في ساحة عدن المثخنة بالجراح إلى حد تتسبب معه بإحراج الرياض التي تبدو حتى الآن أنها الطرف العسكري الأقوى في عدن لكن هل تحتمل مدينة عدن المنكوبة هذا القدر من المناكفات الثقيلة بين طرفي التحالف وهذا الإقصاء المذل للحكومة التي فرطت قبل أيام بأفضل وزرائها إرضاء لهذا التحالف